نتساءل اليوم وتتساءل معنا شعوب العالم ألا يكفي قتل أكتر من 30 ألف شخص منهم أكتر من 10 ألف طفل ألا يكفي إصابة أكتر من 60 ألف شخص ألا يكفي تهديم أكتر من 60% من مباني غزة ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون الآن خطر المجاعة نعم كل سكان غزة هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكتر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض سيد الرئيس إن القصب الهمجي لغزة وتدمير البنية التحتية واستهداف كل ما يرمز لحياة بها من الواضح إنه يهدف إلى جعلها مكان غير قابل للحياة وأيضا قتل الأمل بالعودة إلى الديار في نفوس الفلسطينيين وهذا من أجل تسهيل وتنفيذ مخطط تهجيرهم خارج أرضهم وهي سياسة يكتر من يدعمها اليوم بين مسؤولي سلطات الاحتلال وذلك للعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها نعم كل الأراضي المحتلة ترجمة نانسي قنقر